أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والمجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات النكمان والحض والعسر والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من النار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان نرجى البحرين يلتقيان بينهما بغزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولغ الجوار المنشآت في البحر كالأعنام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإرس إن استطعتم أن ترفضوا من أقطار السماوات والأرض فارفضوا لا ترفضون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم شواض من نار ونحاس فلا تنتسران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة تدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عرضا به إرس ولا جاد فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ من نواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حمل من آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أثنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين ذان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهان مدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصرة في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمفهن إنس قبلهم قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبطر حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك بالجلال والإكرام فبأي آلاء ربيع